أكد أمين عامي وزارة الاتصال الحكومية دكتور زيد النوايس خلال لقاء أعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام وبحضور مدير عامي بنك التنمية المدن والقرى أسام العزام أن الأردن يواصل بقيادة جلالة الملك جهوده الدبلوماسية لحجد موقف دولي لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين وإدام إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة مكثفة إلى القطاع على صعيد استمرار الجهد والدعم الإغاثي الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية أمس كان هناك ثلاث إنزالات جوية لمساعدة الأهل في قطاع غزة كانت في مواقع في جنوب قطاع غزة واجتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية في عموم مناطق جنوب قطاع غزة ليصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 117 إنزالا جويا أردنيا بالإضافة إلى 266 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة حقيقة عندما نستعرض عمليات الدعم الرسمي يعني أنا ذكر أنه سنة 1951 كان هناك رأسمة مؤسسة أهلية تدعم العمل البلدي بقيمة 66 ألف دينار في 79 عندما تم تأسيس بنك المدن والقرى كان هناك رأسمال بـ 5 مليون وثمانمائة ألف دينار وأشرت عطبتك في مقدمتك اليوم نتحدث في 2024 عن رأسمال يتجاوز 110 مليون دينار دعم للبلديات في الأردن حجم الزيادة خلال 25 عام وإحنا نحتفل هذه الأيام باليوبيل الفضي لتسلم جرالة الملك عبدالله الثاني وسلطاته الدستورية تضاعفت بشكل كبير ما يؤكد يعني ويشير إلى اهتمام جرالة الملك بضرورة أعطاء دور كبير إلى العمل البلدي ومؤسسات الإدارة المحلية وما رفق ذلك لاحقا من اللامركزية أو مجالس اللامركزية في المحافظات